غليان شعبي في شوارع بيروت احتجاجا على الوضع المعيشي وتدهور الأوضاع الاقتصادية في أزمة تفاقمت وتفاقمت على مدى الأسبوعين الماضيين مع تراجع قيمة العملة المحلية للمرة الأولى منذ ما يزيد على العقدين تظاهرات انطلقت من ساحة الشهداء باتجاه شارع المصارف وساحة رياض الصلح في وسط بيروت إلى أن وصل المتظاهرون إلى أمام السراية الحكومية وحاول اقتحام الحواجز الأمنية حيث تتمركز قوات مكافحة الشغب الوكالة الوطنية للإعلام أكدت أن المحتجين الغاضبين أغلقوا لفترة وجزة الطريقة في بلدة المصنع الشرقية والمؤدي إلى العاصمة السورية دمشق كما أعلنت إغلاق الطرق في المناطق الشمالية الشرقية من بعلبك والهرمل هذه التظاهرات ترافقت بحنق شديد على أساس البلاد المسؤولين عن استشراء الفساد إذ طالب المتظاهرون بإسقاط الحكومة فيما نادى آخرون بحكم عسكري ووضع جميع المسؤولين الحاليين في الإقامة الجبرية قيمة العملة اللبنانية تراجعت الأسبوع الماضي مسجلة 1650 ليرة للدولار الواحد بعد أن ظلت ثابتة عند قيمة 1500 ليرة للدولار منذ عام 1997 هذه الأزمة الاقتصادية جاءت نتيجة تعقوبات أمريكية على حزب الله والدعوى المرفوعة في المحاكم الأمريكية على عدة مصارف لبنانية بتهمة تسهيل أعمال مشبوهة لصالح ميليشيا حزب الله الذي بات بلا شك يهيمن على الاقتصاد اللبناني بسبب أمواله المشبوهة الواقع الاقتصادي المتهاوي وتحول لبنان إلى محطة إيرانية تديرها ميليشيا حزب الله كل هذه الأسباب ساهمت في زيادة الضغوط على الشارع اللبناني إلى أن أخرجته بتظاهرات تعبر عن مدى المعاناة التي يعيشها اللبنانيون في ظل هذه التوليفة السياسية